مرحبا وتحياتي للجميع الزمان سنة 1945 ميلادية المكان مدينة وهران الجزائرية وباء الطاعون أو الموت الأسود كما عرف يحاصر المدينة ويحصد آلاف الأرواح ويدخل المدينة في حجر صحي وإنياب الموت تهدد بقية سكان المدينة بالموت لبل بالتعفن على صفة الطرقات بيرنر ريو هو طبيب طبيب مقيم في المدينة طبيب يؤمن بالإنسانية وبحرية الإنسان وبإرادة الإنسان الحرة ويؤمن بالعمل وبالكفاح وبالمقابل يرفض كل أشكال الاستسلام والتكاسل والتواكل وعندما تشتد موجة الوباء نرى بيرنر ريو يبدأ بالعمل ليلة نهار بشكل دائم من أجل طبعا مساعدة المرضى والمصابين نرى ريو أو نرى في كل يوم أذرع تتعلق بزراعي ريو وهي تذرف الدموع بحرقة وتتوسل وتناشد المساعدة فها هي الكارثة التي حذر منها سابقا قد حلت بالمدينة وباغت الطعون المدينة وباغت أهل المدينة فريو كان قد استشعر الخطر المحدق باكرا أو استشعر الخطر في بداياته وبالتالي حذر منه مرارا وتكرارا لكن أذان المسؤولين والناس على حد سواء يعني كانت صماء فالسلطات من جهتها يعني لم ترد أن تثير أي بلبلة في المدينة وتعاملت بالتالي مع الأمر أو مع هذا التحذير يعني باستخفاف في حين أن الناس هم الناس الناس هم الناس فعادة ما يتعاملون مع التحذيرات من الأوبئة بشيء من اللامبالا وواقعا عندما نعود إلى تاريخ الأوبئة مثلا فسنرى أن هذا الأمر فيه يعني كثير من الصحة فطالما تعاملت الناس باستخفاف بلا مبالاة مع التحذيرات بشأن الأوبئة كما قلت الناس عادة يتعاملون مع التحذيرات من الأوبئة بنوع من اللامبالاة الغريبة وكأنه تحذير من شيء غير واقعي لا يصدقون الأمر يعتبرون أن الأمر مجرد تحذير لا أكثر ولا أقل من دون أي سند واقعي أو إن حدث شيء يعتبرون الأمر بأنه مثلا مسألة لا تتعد حلما مزعجا ربما لعني لا يلبث أن ينتهي هكذا هم الناس في كل زمان ومكان فبالتالي لم يستمع أحد لي ريو للسلطة ولا الناس والآن بعدما حلت الكارثة طبعا أدرك الناس أن الوباء موجود وأن الموت يتربص بهم في كل زاوية من زوايا وهران علينا أن نعمل على مواجهة الطاعون هذا إن أردتم كان شعار الجميع في مدينة وهران لكن الاختلاف كان على الوسيلة فالأب الكاهن بانيلو مثلا كان يحرد الناس على مواجهة الطاعون من خلال إقامة الصلوات والأدعية وإبداء فعل الندم والتوبة لأن الطاعون كما يراه غضب إلهي يعني حل بالمدينة في حين أن ريو الطبيب واللديني لا كان يرى في هذه الدعوة من بانيلو نوع من الاستسلام لمشيئة قدر غيبي وكان يرى فيها دعوة لتثبيت الهمم وإقعاد الناس وإشاعة الذعر وتشتيد الجهد المبذول طبعا في مواجهة الطاعون وحتى أنه كان يرى في دعوة الكاهن بانيلو تقييد لحرية الإنسان من خلال حث الإنسان على الإذعان كما قلت لي مشيئة قدر غيبي متحكم فريو كان يرفض الاستسلام وكان يقول علينا أن لا نستسلم علينا أن لا نستسلم أبدا علينا أن نكافح ولابد من النصر لابد من النجاح فالنجاح ممكن في عرف ريو لمن ينشد الحرية ويرفض الاستسلام لليأس وللذعر على الإنسان كما يرى ريو أن يكون حرا في ظل هذه الظروف العصيبة على الإنسان كما يرى ريو أو كما يعتقد أن يكون حرا خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المدينة ويكون الإنسان حرا عندما يقاوم عندما يكافح الألم والمرض من دون النظر إلى السماء التي بحسب ريو لا يبدو بأنها تستجيب لم تجيب في الماضي ولن تجيب اليوم على الناس أن يقرروا اليوم والآن ما إذا كانوا في خضم الجائحة أم لا بمعنى أنه على الناس كما يرى ريو أولا يعني قبل أي شيء آخر أن لا ينكروا الواقع أن يعترفوا بهذا الواقع وبهذا الخطر المحدق أن لا يسخفوا الأمور أن لا يتعاطوا مع المسألة وكأنها أمر عابر بعد أن يعترفوا بالواقع الصعب والمأساوي كما هو عليهم بعد ذلك أن يقرروا هل يريدون أن يواجهه هل يريدون أن يكافحه أم لا وباعتقد ريو أن الإنسان الحر الإنسان الحر هو الذي يختار أن يقاوم الشر سواء كان هذا الشر من صنع البشر أم حتى من صنع الآلهة أو حتى من صنع الطبيعة هذا هو الإنسان الحر لبل بحسب ريو هذا هو الإنسان الذي لا يعرف حدودا لحريته هذا هو الإنسان الذي يفعل الصعب والخير ويقف في وجه الشر دون انتظار مثلا لدعوة كاهن أو دعوة أي إنسان أو دون انتظار أيضا لثواب سواء كان دنيوي أم أخروي ينبغي علينا إذن أن نفعل كل ما نستطيع يجب علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا فعله حتى لا نكون فريسة سهلة للوباء هكذا يتحدث ريو إلى الناس وبهذا العمل فقط من خلال المواجهة والكفاح وتفعيل الحرية الفردية وتفعيل حرية الإنسان واتخاذه لقرار المواجهة من خلال هذا الفعل فقط يمكننا أن نأمل في عودة السلام مثلا وعودة الحياة الطبيعية الهادية صحيح الإصابة بالطاعون أمر شاق جدا لكن الأشق منه برأي ريو هو أن يستسلم الإنسان للإصابة به وهكذا يبين لنا البيركامو في رواية الطاعون أن الإنسان برغم كل الظروف الصعبة التي قد تحيط به دون عن إرادته وبرغم كل تلك المصاعب والنوائب التي تعصف بوجوده وبرغم كل الشر أو الشرور بالمجمل الموجودة في العالم والتي هنا في الرواية طبعا يرمز إليها الطاعون برغم كل هذه الأمور يبقى الإنسان وهذا هو ما يريد أن يبينه لنا كامو يبقى الإنسان هو رب أفعاله ويبقى سيد حريته والمتحكم بمصيره وعلى الإنسان أن يقرر عليه أن يختار من واقع حرية إرادته ومن يمتنع عن الاختيار أيضا في نهاية الأمر يعني يكون قد اختار ألا يختار ومن يترك العمل ليستجد السماء مثلا فقد اختار هنا أن يستسلم أما الإنسان الحر بحسب كامو فهو من يقرر المقاومة ومن يقرر الكفاح والمضي قدما نحو الأمام هذا هو الإنسان الحر الذي يتخذ قرار الكفاح والمضي قدما وبعدها إما أن يكون النصر حليفه مثلا وإما أن يفشل إذا كان النصر حليف هذا الإنسان فهذا هو المطلوب أما إذا فشل فبحسب كامو فيكفي هذا الإنسان أنه لم يستسلم ووقف مثلا في صف من اختاروا الحياة بدلا من الوقوف بدلا من الوقوف في صف من يدمرونها وفي صف من يبيعون الناس الأوهام ففي عالم لا يوحي أبدا بوجود غيرنا في أبعاده الكونية في عالم لا يوحي بوجود غير الإنسان فيه فليس ثمة من سيأتي لإنقاذنا وبالتالي علينا أن نكون أحرارا لكي ننقذ أنفسنا سلام شكرا وإلى لقاء